وصل منتخبنا الأول لكرة اليد نتائجه الإيجابية في نهايات كأس العالم والمقام حاليا في بولندا والسويد نعم وذلك بعد فوزه على نظيره الأمريكي ب32 هدفا مقابل 27 هدفا في انطلاق منافسات الدور الثاني الرئيسي للبطولة وشهدت المواجهة التي أقيمت أمس في صالة مدينة مالمو في السويد أفضلية بحرينية على مدار الشوطين هذا ومن المنتظر أن يأخوض المنتخب البحريني مواجهته الثانية في الدور الرئيس يوم غد السبت عند الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت المملكة حيث يلتقي نظيره المنتخب المصري